على السمرة شرح التساو وعررها من منطقة إلى أخرى يتقدم مسلح المعارضة في محافظة اللاذقية هذه المشاهد بثها ناشطون على الإنترنت قالوا إنها لعملية اقتحامهم بلدة السمرة بعد تحريرها فبعد كسب ها هي الكتائب المقاتلة ومن بينها جبهة النصرة تسيطر فجة ثلاثاء على قرية السمرة إلا أن مصدرا أمنيا سوريا نفى لوكالة فرانس براس سيطرة المقاتلين على القرية موضحا أن المعارك متواصلة بعنف في محيطها وأن القوات النظامية توجه ضربات قاسية لمقاتلي المعارضة لسيما في جبل النصر في ريف اللاذقية قرية السمرة التي تمتد حتى ساحل البحر المتوسط تقع في منطقة جبلية متداخلة عبارة عن واد بين جبلين على مقربة من الحدود التركية وهناك ممر يفصل بينهما ولا يوجد مقرات عسكرية فيه بحسب ما أوضح مصدر أمني سوري لوكالة فرانس براس مشيرا إلى أن القوات السورية تتحكم بهذا الممر مئة بالمئة التلفزيون السوري أعلن من جهته استعادة الجيش النظامي السيطرة على المواقع المحيطة بمرصة 45 في ريف اللاذقية التي انسحب منها المقاتلون وهم كانوا نشروا شريط فيديو قالوا أنه يؤكد وصولهم إلى المنفذ البحري في المنطقة هذا في ريف اللاذقية أما في ريف حلب فقد أعلن التلفزيون السوري أن وحدات من الجيش ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين أثناء محاولة تسللهم على محور حددين سقلايا وشمال قرية عزيزة على محور الشيخ صعيد بعضهم من الجنسية السعودية كما قال